ملف عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طاولة الكونغرس لمناقشته حدث هو الأبرز حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس ترامب بات في مأزق سياسي بعد إعلان رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عزم المجلس التحرك لعزل ترامب على خلفية معلومات بشأن ضغوط مارسها على أوكرانيا لتحقيق مصالحه السياسية ترامب يواجه حالياً اتهامات بممارسة الضغط السياسي كان آخره تأجيل تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار للضغط على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي لفتح تحقيق مع نجل جو بايدن المنافس الديمقراطي لترامب على الرئاسة الأمريكية المقبلة في عام 2020 بيلوسي تتهم ترامب بنكث اليمين الدستورية بمساعيه للحصول على مساعدة دولة أجنبية لتقويض ترشح منافسه جو بايدن وترامب يرد قائلاً إن إجراءات البرلمان ستنعكس إيجابياً على فرص إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية واصفاً إياها بالسخيفة وما بين هذا وتلك تبقى إجراءات العزل في الكونغرس خطوة أولى في عملية معقدة لا تتمتع بفرص كبيرة في إخراج ترامب من البيت الأبيض وفقاً لمسؤولين أمريكيين لكنها فتحت فصلاً جديداً ومحفوفاً بالمخاطر في السياسة الأمريكية قبل 14 شهراً فقط على انتخابات الرئاسة والكونغرس ورغم أنه لم يحدث عبر التاريخ أن عزل أحد رؤساء الولايات المتحدة إلا أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس سلطة عزل الرئيس بسبب الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجنايات الكبرى أو الجنح إذ يصبح قرار العزل سارياً بعد موافقة الأغلبية في مجلس النواب تبدأ إجراءات العزل في مجلس النواب بمناقشة القضية ثم إجراء التصويت على توجيه اتهامات للرئيس أو الموافقة على بنود العزل بأغلبية بسيطة في المجلس المكون من 435 عضواً ويشترط الدستور الأمريكي الموافقة بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو لإدانة الرئيس وعزله كما أن عملية عزل الرئيس تحتاج إلى تصويت جميع النواب الديمقراطيين البالغ عددهم 45 نائباً إضافة إلى 20 نائباً من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب بجانب نائبين مستقلين وهو ما يفسر صعوبة عملية عزل الرئيس